شون بالسجين؟ طبر طبرات الطبر بالسجين هنا وهنا شنون؟ شان أكل وشرب لعب؟ أنا جت أطي بدون ما تدري تطوب حمام هي تصعد غرفتها بالاستقبال غرفة الاستقبال هون تعال هاك هاك لن نكون على السرع قبل لا تشوفوا أمي انت شون عرفت بي توفي الله يرحمنا؟ نفس ماكو عيونه صارا بيض كثيرا ما متغمات قلت لا تبدأ يمثل تضرب بيه قل يلا قم قم تتمثل أثناء كان علامة زي كان يمنه ميدا صحي أذب علي ماي ما يعرف شاو تخبرت يعني بس أريده صحي أريده يقوم شون معرف وش صار؟ غياجة اكتشافته الوضع طبيعي الدعبة من يما تسوي غدا والوضع طبيعي كش ماكو ليش هو بيه الساعة هذا الحاجة قطع النفس قطع النفس الساعة بالدعش وبثلاثة يلا خبرت أبوك بثلاثة حتى حرق القلب تسوي غدا والوضع طبيعي والجهال ده يلعبون وكل شي ماكو عبارك كش ماكو وضع طبيعي واني قاعد بصفة بس أريده صحي وطالع رفتمات؟ ايه يعني أخوك مات على رجلي ايه انتو ان عادة انت سبحون؟ احنا؟ ايه انا سيدي بالحمام وأخوي هاي شهر من ثلاثة قامت السبحة بالطرمة برمح ايه 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 شتوية صحيحة ايه شون السبب؟ انا مد الآثارن بيه متبين لان طويل حيوت متبين الآثارن بيه انا اريد أسيلك سؤال خل نجي صالفة أبوك خبرت وجاه ايه واخوك ميت متوفي ايه الله يرحمه شنو اللي صار بين الأم والأب؟ الأم سيدي كانت قاعدة على الدرج ها ايه هو ايه لا شافر ولا يجدها سابت بروع علي هذا الطفل ميت ايه بكل برود و بكل صنافة ايه اللي عاد ورحدثنا ايشتسوا اللي بيدي ايه اللي عاد ورحدثنا و جاه شاف ابن الدود يأكل به ايه ما صواشي كل برود ايه مثل ايه مثل عقجبوه عو انعو داني دابكي علي و دم عماكو والله دم عماكو والله شنو هذا أخوك يعني الأم تكتل بي والآب هي شي يعني شنو السبب السبب سيدي على شغال بسيطة يعني عنده شي مسوي شي لو وكع حلاس لا لا سيدي لا لا حالة حالة احنا حالة اي جهال اي بشر ناكل ونجهب بس اللي هنا انا ضاعب ببيتها هي ببيتها جهال هالاثنين البقية ايه هم شانت تضربهم لا سيدي معاملتهم ايهم تختلف عن معاملتنا هذا اللي صار هسه والتعذيب هرده سيلك انت قريب على الحدث ايه شنو سببه مثلا تكره امك شلو ليش ايه سيدية تكره ام حيل 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 تباو عين هاي الثقوب هاي من سواها استاذ هي بالهاي المكتلة هاي الجسمها ماني الظهرة يحكم بها الظهرة خشو منو ضربوا ايه ايه اي استاذ شم ضربة ضربتي ما اعرف استاذ ما حسابته يعني شقيت تقريبا خواه زين راح اشوفوك اللقطة الاخرى هاي الصورة شو فيها نعم استاذ هاي بال هاي وين الضربة مالتا هاي استاذ انا ضربته بتشفتير 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 هاي ماما هو يقوليش ماما لو لا ليش ما توقفت عن الضرب وصلتي للموت خليت الدودي اكله زين وهاي اللي براسة هاي سيدي قتلك بالجامة كانت مفطورة الجامة مع الباب ايه وضربته ضربة قوية ورح عليها اعمد شلتاني حسب انه هو عحيروح الباب وينشد راسه بعد شوفنا خليتشوف مشم سوايا بيه للطفل هاي ان اثنان انا ضربته استاذ باربها ماتية قوية يوم الاربعاء ووقع على الحائط بحالي يعني بس من وقع على الحائط ورجع بالقاع حما انضرب هو انضرب استاذ هي من شدة الضربة انضرب ضربته يعني هذا التعذيب اللي صاير بجسمه اكو احد شاركتش بالتعذيب انت واحدش استخدمتي الملح دبيتي على عيني وحاولتي توكليه واستخدمتي الستشين بطريقة التطبير ضربتي مو طعن واستخدمتي الالة الخشبية اللي طعنتي بيه هاي موجودة بايده واحد وثلاثين طعنة ولي هنا وبرجل وكذا احد غيرتش طعن هاي الطعنات وعذبه لا سيدي انا انت واحدش مزين قتلتي تعذيب لو قتلتي ضربة واحدة وموت لا استاذ عدد ضربات عدد ايام ضربته جاوبين عن السؤال تعذيب لو تعذيب مزين لحد هاي اللحظة وهاي الصور البشعة اللي دا نشوفها اللي احنا متعلمين بيها ما نشفنا عندش لا ندم ولا دمعة حزن ولا انتي حاسة انه هذا اللي سحنش ما مقتفتي الحضانة من حق الام ليش فرطت بطفالج شو نصير مفرطت بيوم انا قدمت بلاغ مال حضانة بس كان يجي هددني اسمحي لي وين قدمت البلاغ بيا مكان البتاجي مركز شرطة مالتهم مالتهم كملت راجعتي على الدعوة كم راحت واخدنا الشرطة